جبتلكو يا حبايب قلبي النهاردة السر من صاحب المصنع نفسه هيبقى عندك أمر الدين طول السنة ومش هتشتريه من برة تاني أبدا وحنعمله في البيت زي الجاهز وأحلى كمان قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تحطولي لايك وتنوروني بالاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني ويغلبين نبدأ على طول أهلا بيكو مرة تانية علشان نحط اللفة كبيرة من أمر الدين اللي شفناه أول الفيديو هنحتاج لكيلو واحد من المشمش الحقيق يعمل الوصة ديت قبل ما المشمش ما يخلص من السوق وهو حاليا متوفر بكميات وفيرة هنجيب المشمش وحنخسله أكتر من مرة كويس جدا جدا ثلاث أو أربع مرات بعد كده هنصفيه ويبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد كده هنجيب سكينة ونفتح بيها المشمش علشان نقدر نطلع البزرة اللي فيه زي ما هوريكو دلوقتي وطبعا هنعمل الموضوع ده مع كل كمية المشمش اللي في الطبق بتقطعيها كده من النص علشان تفصلي البزرة بتشيلي البزرة وبتحطيه كده وده حبيبي المشمش بعد ما شنا منه البزر هندخل على الخطوة اللي بعدها بعد كده هنجيب حلة وحنحط فيها كل كمية المشمش اللي احنا فتحناه بعد كده هننزل عليهم بكبايتين من السكر بعد كده هننزل بربع معلقة صغيرة من ملح اللمون ملح اللمون مهم جدا جدا أولا لأنه مادة طبيعية حافظة لأمردين بعد ما يتعمل ثانيا بيدينا حتة المزازة اللي بنحس فيها في أمردين اللي منجيبه من بره هننزل بعد كده عليهم بمعلقتين كبار من عسل الكولوكوز زي ما انتو شايفين كده هنقلب المكونات كلها مع بعضها قويس جدا جدا بعد كده هنرفع الحل على النار زي ما انتو شايفين كده المشمش بعد ما نزل ميته بنسيبه حوالي ربع ساعة على نار هادية لحد ما يستوي جدا جدا معايا بحيث لما أضغط عليه ضغطة خفيفة ألاقيه بيدوب معايا وده حبيبي بنشمش بعد ما استوى معانا هعرف منين ان استوى لو قلبته بالمعلقة هتلاقيه داب وتقطع معاكي وكمان لونه غمق شوية شايفين ما شاء الله داب كده بتدوسي عليه استوى خالص ما شاء الله شايفين هنا قدامنا حلين حبايبي اما نسيب الخليط ده يبرد خالص وبعد كده نضربه في الخلاط او لو عندك هند بلندر هتستخدميه وتنعمي الخليط كويس جدا جدا ولو هتضربيه في الخلاط اضربيه ضربة واحدة كويسة بحيس يبقى ناعم جدا وما فيش فيه اي قطع من المشمش لحد بقى لما اضربه انزلي حطيلي اجمل لايك اوعي تكسلي ويوعي تنسيني باللايكات الجميلة بتاعيكو وانا بحب بصراحة تبعتولي وانا يعني بحاول بقدر المستطاع ان انا ارد عليكو كلكو علشان ما فيش حد فيكو يزعل بعد ما ضربنا خليط المشمش وبقى ناعم جدا معانا حنرفعه مرة تانية على النار وعاوز افكركو ان النار تكون هادية جدا زي ما قلتلكو في الاول لاني عاوز القوام يتقل شوية ولونه يغمق شوية اكتر ويبقى زي اللي بنشتريه من برا كده القوام مناسب جدا جدا حبايبي وكمال لونه مظبوط زي اللي بنجيبه من برا حنجيب بعد كده صنية طفال او اي صنية عندك ونتهنها دهنة خفيفة جدا جدا وما انقطرش الزيت ولو الصنية بتلزق عندك ممكن تحط عليها كيس من كياس التلاجة حننزل بعد كده بقمر الدين زي ما انتو شايفين كده اهم حاجة حبايبي لما نفرده في الصنية يبقى صوم كورفيع مش تخين قوي علشان نضمن ان يجف معايا على طول وده حبايبي امر الدين بعد ما فردناه في الصنية وكده خلاص بقى جاهز معايا هنحطه في المطبخ من يومين لتلاتة وده بيكون حسب درجة حرارة المطبخ عندك شايفين حبايب قلبي امر الدين بعد لما جث قعد ثلاثة ايام معانا ما شاء الله عليه تبارك الله شايفين الكيس ملزقش ازاي عليه علشان احنا دهنينه طبعا زيت وشايفين ما شاء الله ايدي يا باين ازاي منه لازم يبقى خفيف كده معاك علشان تقدري تعمليه بسهولة ما شاء الله تبارك الله امر الدين ده ولا لأ ما شاء الله وطعمه بقى خيالي خيالي واجمل اجمل بكتير بصراحة من اللي احنا بنشتريه من برا حنبتدي بقى حنقطعه وحوريكي حنشيله ازاي بعد ما قسمنا حبايبي امر الدين لنصين حنبتدي بقى انا سايبه الكيس بتاعه الاساسي حنبتدي نجيب كيس من التلاجة اكياس التلاجة او بلاست كراب المتوفر عندك وتبتدي تتني كده وتبتدي كده تلفية بالشكل اللي انتو شايفينه ده حبايبي ما شاء الله تبارك الله يعني حبتدي ألف بقية امر الدين هنجيب برضك جزء كده منه وحنجيب كيس من التلاجة هتقسميه كده وتبتدي برضك تلفية طبعا بالنسبة لحفظ امر الدين لو هتخليه لرمضان كل سنة وحضراتكم طيبين يبقى هنشيله في الفريزر المهم تحطيه في اكتر من كيس تلاجة ونقفلهم كويس جدا جدا هيقعد معاك حبيبة قلبي من السنة للسنة عادي وحطلعيه وحيبقى فريش وزي الفل زي ما تكوني لسه جايباه لو حنخليه في التلاجة عادي لازم تستخدميه خلال شهر او شهرين بالكتير بتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل والشير ويلا الحقوا اعملوا الوصفة دي قبل ما لمش مش يخلص من السوق بجد حتنبسطه جدا جدا وحتدوقوا طعم الامر الدين جميل جدا ونضيفوا احلى من اللي بنجيبوا من برا وحستنى تعليقاتكم الجميلة على الفيديو انا بشوفها ورد عليها وبكون سعيدة جدا جدا بيها واشوفكم على خير يا حبايب قلبي في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة